شبكة منهاج السنة للدراسات والبحوث تقدم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والسلم وبعد فهذه رسالة من أخيكم المغادر من التشيع عبد الملك الشافعي إلى أبناء قومي من الشيعة الإمامية قد يستغرب البعض ويقول ما هو سبب مغادرتي للتشيع هل هو خلاف مع قبيلتي وأبناء قومي هل هي الدنيا والمغريات المالية هل هي أمور أخرى أدت إلى هذه المغادرة فأقول وأشهد الله تعالى أنني ما غادرت التشيع إلا بعد استفراغ الوسع وقراءة الكتب وما ورد في التراث التشيع الإمامي من مرويات وتقريرات علماء المدأب والساطين حقيقة الشعور الذي أشعر به بعد أن غادرت التشيع واعتقدت بعقيدة أهل السنة والجماعة شعور لا يستطيع أن يصفه إلا من جرب هذا الأمر وذاق طعم وحلاوة الهداية أمر قد يخفى على الكثير من الشيعة بل قد يكون المستدرجين فيه لما كنت في مذهب الشيعة الإمامية كنت أرى أن الكون كله خلق لأجل الإمامة والأئمة استفرغت توحيد واستفرغت غاية الخلق واستفرغت الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب واختزلت كلها في الإمامة حتى صار الخالق هذا الكون سبحانه وتعالى والغاية من الخلق صار أمر جانبي حتى غفلنا عنه فلا تجد أي أثر من تقريرات القرآن ودعوة الرسل في قلبي وأنا داخل منظومة التشيع الإمامي هذه الحقيقة أقولها والله يشهد عليها الآن شعوري بعد الهداية أن لي رب وخالق كل همي الوصول إلى رضاه وتتبع مواطن رضاه ومواطن سخطة إلى اجتنابها هذا أمر والله إني صادق في ما أقول صادق في وصف هذا الشعور حقيقة الأمر خطر جدا وأنت داخل المنظومة الشيعية داخل معتقد الشيع الإمامية والله الأمر خطر جدا والله إن الأمر خطر جدا ما تجد تقريرات القرآن في هذا المذهب تجد حقائق القرآن كلها ضربت عرض الجدار وأحلت محلها تقريرات الإمامة والآئمة وأنا في هذه العجالة فقط سأصلت الضوء على خطورة هذه الإمامة وما جنته على ثوابة التوحيد والتقريرات القرآنية في ذلك فكلنا نعلم أن أول غاية للخلق أن الغاية من خلق الخلق ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات قال وما أخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما في غاية من خلقنا وإيجادنا من قبل الله تعالى إلا أن نعبد الله تعالى ونتعرف على خالقنا بأسمائه وصفاته وأوامره ونواهيه فندور كلنا في أعمارنا في فلك هذه الدائرة لا نتغي غيرها ولا نحيد عنها فقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا ثابت من ثوابة الإسلام وقد أقره وصرح به القرآن لكن هل فعلا هذا الثابت هو المحور الأساس من إيجاد الخلق في المنظومة الشيعية أقولها لا والله لا والله هذه ما سطرته رواية التشيع وهذا ما سطرته علامة الإمامية سأسرد بعض النصوص على أجالة فالأمر ليس مقام تعليف كتب ولا تحقيق علمي ولا كتابة مقالات من شاء للتفصيل يرجع إلى مؤلفاتي ومقالاتي أنا أسرد على أجالة عينة في كل محور من محاولة سأتكلم فيها في المنظومة القرآنية رقوا لقب العالمين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تعالوا معي إلى المنظومة الشيعية يقول رئيس محدثيهم ابن بابوه القم الملقب بالصدو في كتابه الهداية صفحة 25 يقول ونعتقد أن الله تبارك وتعالى ما خلق جميع ما خلق له ولأهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لو لاهم ما خلق الله السماء والأرض ولا الجنة ولا النار ولا آدم ولا حواء ولا الملائكة ولا شيئا مما خلق صلوات الله عليهم أجمعين إنا لله وإنا إليه راجع إنا لله وإنا إليه راجع القرآن يقول إننا خلقنا لنعبد الله تعالى ونفوز برضاه ونتجنب سخطه وهنا يقول لا نحن خلقنا لأجل الأئمة ولأجل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بيته شوفوا التصادم بين التقرير الشيعي والتقرير القرآني حتى لا يلومك الناس ويقول لماذا غادرت التشيئ الأمر في تصادم مع دين الله الأمر في تصادم مع كتاب الله الأمر في التشيئ في تصادم مع حقائق هذا الدين هذه الغاية الأولى من الخلق وهي مفرق الطريق تصادم التشيئ الإمامي فيها مع ما قرر الله سبحانه وتعالى في كتابه المصادمة الثانية مع دين الإسلام ومع تقريرات القرآن هي الغاية من إرسال الرسل ما هي الغاية من إرسال خلقنا للعبادة طيب ولماذا أرسل الرسل رب العالمين وضح في كتابه تعالى وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال سبحانه واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون هذه الغاية صريحة لا يختلف بها لا جاهل ولا عالم ما أرسل الرسل إلا لتقرير توحيد الله تعالى وإرشاد الخلق إلى خالقهم وإرشادهم إلى الحق وإبعادهم على الحراف والشرك وتوابع الشرك ومظاهر الشرك هذا الأمر الذي أقره القرآن وجاء به دين الإسلام تعالوا معي إلى المنظومة الشيعية والفكر الشيعي والمعتقد الشيعي لماذا أرسل الرسل في الكافي عدة روايات أسردها سليعا ومختصرا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث لم يبعث نبي قط إلا بها والرواي الأخرى سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما من نبي جاء قط إلا بمعرفة حقنا وتفضيلنا على من سوانا هل وجدتم أثر للتعريف بالله سبحانه وتعالى والدعوة إلى توحيده أبدا 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 ما في أي جانب يشير إلى هذا الأمر وحقيقة فعلا أنت بين منظومتين منظومة ربطك بالله سبحانه وتعالى وتقودك إلى التعرف على الله سبحانه وتعالى وعبادته وطاعته ومن منظومة أخرى أقولها واسمحوا لي أن أقولها بهذه الجرأة تقودك إلى آله أخرى وأرباب أخرى تناجع الله تعالى في ملكه تناجع الله تعالى في ألوهيته تناجع الله تعالى في ربوبيته هذه المنظومة الشيعية يرضى من يرضى ويأبى من يأبى والله من يتجرد لله سبحانه وتعالى ويختري بينه وبين الله سيصل إلى هذه النتيجة التي وصلت إليها وما وصلت إليها بيوم وليلة قضيت شطرة من عمره في دراسة التشيوف في نبش الكتب في العمق مدى تقرب من ثلاثين عاما وأقسم بالله تعالى تقرب من ثلاثين عاما فبدأت هذه الصورة تتوضح أماني فلعلي أخوض بعد هذه التجربة وصلها لأبناء قومي في دقائق في رسائل في رسائل ناصح في رسائل مشفق والله إني مشفق والله إني مشفق عليهم بعض المظاهر الأخرى من مظاهر منازعة الله سبحانه وتعالى أنهم خلعوا على الأئمة أسماء صفات الله تعالى فقالوا عن العلم هو الأول والآخر والظاهر والباطن نحن وجه الله نحن يد الله يعني الله أكبر على هذه الأقوال يعني والله وأن يقرأه أخشى أن الله تعالى يخسر بنا إذا كان الله سبحانه وتعالى قد وصف بشاعة قول من نسب له الولد قال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال أن دعوا للرحمن ولدا هذه البشاعة بهذا الحجم لمن ينسب لله سبحانه وتعالى ولد فكيف بمن يضع يساوي بين الله تعالى وبين عبيده العاجزين في الصفات في ألوهيته في ربوبيته في أسمائه وصفاته يقول نحن أسماء الله الحسنى نحن الذين ينسك الله تعالى بنا السماء أنتقى على الأرض أما توحيد الألوهية وصرف العبادات فحدث ولا حرج وخير من وصف حالهم مع القبور والإعمة الإمام بن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان كتب كلام جميل جدا أوجز منه عبارة واحدة اختصار للوقت يقول قبل أن يصلوا إلى القبور الأولياء يقول ونادوا ولكن من مكان بعيد واستغاثوا بمن لا يبدي ولا يعيد فتراهم حول القبر ركعا سجدا يبتغون فضلا من صاحب القبر ورضوانا والله هذا أدق وصف والله إن هذا أدق وصف ماذا بقي لله تعالى ماذا بقي لله تعالى في هذه الأمر ماذا أبقى الشيعة لله تعالى ماذا أبقى الشيعة لله تعالى في هذا الأمر وفي هذه المحنة كل شيء خلعوه لله تعالى ما أقو له شيئا ما أقو له شيئا ما أقو له شيئا هذا الأمر اللي يجب أن يتنبه له الشيعة والله أن هذه الإمامة نازعت الله تعالى سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته والله إن الجلدق شعر كيف يرفع مخلوق عاجز ضعيف يبتغل إلى الله تعالى ليرحمه أن يرفع به إلى مصاف خالق السماوات والأرض والله لو كان الأئمة أحياء لأقاموا الحد والله لحكموا عليهم بالردة كما فعل علي رضي الله عنه مع من قالوا له أنت الله لو بعث الأئمة الآن في هذا العصر والله يبرأون من هذه الأفعال كما قال الله سبحانه وتعالى عن عيسى بن مريم أنت قلت للناس وأم يتخذوني إلهيني من دوني قال سبحانك ما ينبغي لنا أن نقوله ما ليس لنا بحق هذا الأمر اللي ينجي الأئمة أنهم يتبرؤون من هذه الأفعال هذا الأمر يجب أن يتنبه له الشيعة والله يا شيعة الأمر ليس خلافا جانبيا ليس في من هو أولى بالخلافة هل هو علي رضي الله عنه الخليفة الأول أم أنه الخليفة الرابع هذا التصريح لهذا الخلاف والله جناية والله تلبيس وتضليل الأمر الأمر يتعلق بالله سبحانه وتعالى الأمر يتعلق بإيجاد أنداد ينوزعون الله تعالى في صفاته تسلب صفات الله تعالى وتخلع على هؤلاء العباد على هؤلاء الأولياء على هؤلاء العمال الصالحين فإنا لله وإنا ليه راجعون أختم في صورة والله تخشعر لها الأبدان تخشعر لها الأبدان أن الذي سطرهم أساطين التشيع لا أقول العوام ومعممي المنابر والواعظون لا أبدا قالها أعلام التشيع الشريف المرتضى الملقب بعالم الهدى محمد بن حسن الطوسي شيخ الطائفة الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي العلامة الذي لا ينازعه أحدهم بهذا اللقب هؤلاء الثلاثة في مقام إثبات أن الشيعة ينتفعون بالإمام الغائب ويحصل لهم اللطف رغم غيبته أتوا بهذه النصوص ما هي هذه النصوص وما هذا التقدير قال لهم المخالفون وأي منفعت لكم بهذا الإمام الغائب والشيعة الآن لا ينتفعون به فهنا أرادوا أن يبطلوا هذه الشيعة وليتهم سكتوا عن الشبهة هذه أجابوا بجواب والله فعلا تكاد السماوات تفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وهدى يقولون أن الشيع إذا أراد أن يقبل على المعصية إذا أراد أن يقبل على المعصية في خلواته في بيته في مغارة في الجبال تحت البحار في الفضاء إذا أراد أن يرتكب المعصية فإنه سيستشعر أن الإمام الغائب مطلع عليه وسيخرج لمعاقبته فيرتدع من فعل هذه المعصية فيحصل له اللطف والإنزجار هكذا أجابوا عن هذا الشبهة وهذا الإشكال قد لا تتصور بشاعة الأمر يعني كلنا في خلواتنا ممكن يوسلس لك الشيطان في معصية في الخلوات ما هو الرادئ أنك تستشعر أن الله تعالى يطلع عليك أنك تستشعر أن الله تعالى ممكن أن يبطش بكه أن يقبل روحك على هذه المعصية فيحصل لك الرادئ أما الشيعة فقالوا لا ليس الخالق سبحانه وتعالى هو الذي يقوم بدور الرغبة والرهبة والزجر والوعيد لا في إمام غائب طيب الإمام الغائب هل يطلع على السرائر هل يطلع على المعاصي في الخلوات وفي الظلمات وفي المغارات هذا ليس إمام هذا رب هذا رب هذا رب مع الله سبحانه وتعالى والله إن هذا رب مع الله تعالى يا شيعة أفيقه يا شيعة أفيقه يعني الله سبحانه وتعالى وصف هذه الصفة يعني صفة الاطلاع على بواطن الناس وما يقترفون وصفة البطس لردع العاصين هذه صفة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه حتى قال سبحانه أفأمن الذين مكر السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم وقال تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسر والشيعة يقولون أفأمنتم مكر الإمام أفأمنتم بطش الإمام أفأمنتم اطلاع الإمام على معاصيكم فيأخذكم بها أليس هذا رب ينازع الله تعالى في ملكه في صفاته صفة الاطلاع على السرائر وما يختلفون صفة البطش في الناس في كل الأحوال وفي أقطار الأرض من يستطيع أن يفعل هذا غير الله تعالى هنا الشريف المرتضى وابن المطخر الحلي العلامة وشيخ الطائف الطوسي يقول لا الإمام له هذه القدرة والشيع يستشعر أن هذه الصفات موجودة عند الإمام وهذه القدرة موجودة على الإمام لذلك سيرتدعه فماذا بقي الله سبحانه وتعالى بل أن حتى مرجعهم محمد آصف محسني لما علم بهذا التقرير والله يتنبه لنفسه فقال أي فائدة بهذا الإمام بل هذه الآثار آثار خوف الإطلاع وآثار خوف الزجر والردع على المعاصي هذا حاصل بالله تعالى فما هي الفائدة المضافة الجديدة التي سيأتينا بها الإمام يعني لو ما وجد الإمام نحن موجودة أن هذا الخوف وهذا الردع لكنه من الله تعالى فليش ترجعون وتقولون أن هذه الصفة الردع تتحقق بالإمام الغائب ما هذا اللبس ما هذا الضلال حتى قال في كتابه صراط الحق ثالث صفحة 265 يقول والاعتقاد بوجوده عليه السلام ونزوم القيادة لا يزيد على الاعتقاد بوجود الله العظيم المحيط بكل شيء الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والذي هو أقرب إلى المكلفين من حبل الوليد فلا أثر له زائد فلا أثر له زائد أكرر فلا أثر له زائد على ما يترتب على هذا الاعتقاد أي أننا مرتدعون من فعل المعاصي خوفا من الطلع الله سبحانه وتعالى وخوفا من بطشه كما ذكرنا الآيات الصريحة أفهمه بكر الله فكيف يعطى هذا الوصف للإمام هل القضية يا شيعة الآن هل السورة الآن قضية علي هو الخليفة الأول واغتصب حقه أم أننا الآن اغتصب حق الله سبحانه وتعالى وأعطي للإمام مو إمام اغتصبت من علي لأبي بكر صفات الرب سبحانه وتعالى في ألوهيته في أسمائه وصفاته في ربوبيته كلها اغتصبت من الله سبحانه وتعالى وأعطيه للإمام فهذا الأمر اللي أقول أني الحمد لله أنني شعرت الآن أني عبد لله شعرت الآن أني موحدة لله تعالى والله ما شعرت هذا الشعور بلذة وطعم ويقين إلا بعد أن اهتديت لمعتقد أهل سنة والجماعة وعقيدة التوحيد الصافية والله ما شعرت بهذا الشعور طيلة كوني في التشييع طيلة اعتقادي بمعتقد التشييع ما شعرت بهذا الشعور مطلقا ولكن العمائم اللبسوا عليهم المراجع اللبسوا عليهم ضيعوهم في مظلوميات تاريخية الزهراء ضربت الحسين قتل الإمامة كذا علي أولى والله ترى هذه الأمور كلها اعتبرها كلها تلبيس لإخراج التشييع لإخراج الشيعة الإيمانية مما خلقوا لأجله من تعظيم الله سبحانه وتعالى ومن إفراده سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وقضية أنه خليفة وأنه الأول أو الرابع والله ترى هذا الأمر حتى الشيعة لا يرضون به يقولون القضية أعظم من ذلك بن بابويه القمي ينقل عنه نعمة الله الجزائري في كتاب نور البراهين يقول اجتمع بن بابويه مع علماء العامة وعلماء العامة أرادوا أن يهمشوا الخلاف من باب التقريب من باب يد الأخوة مع الشيعة فقالوا نحن وإياكم نتفق على الإله وعلى النبي وخلافنا في من هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نقول أبو بكر وانتم تقولون عليه التهميش للخلاف تصطيح للخلاف أراد أن يطرحه علماء العامة أهل سنة طبعا على تسليم صحة النقل وما نقله الجزائري عن الصدوق في هذا الأمر فقال لهم الصدوق اسمعوا تهميش الخلاف الخلاف فرأي نحن نتفق بالله والقبلة كما ينادي الآن المعاصرون اتفاقنا معكم في الله وفي النبي والقرآن والكعبة ونختلف به تحديد شخص النبي الشخص الإمام عفوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم تهميش وصدقوا الله الخلاف مو أنه علي أول ولا رابع يقول نحن نختلف معكم حتى في الله وفي الرسول فأنتم تقنون إلهكم هو الإله الذي أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وكان خليفة نبيه أبو بكر يقول ونحن لا نقول بذلك الإله ولا بذلك النبي لا يقول بذلك فإذا الخلاف مو خلاف على الأول ولا على الرابع يقول الخلاف نعتقد حتى في الله وفي الرسول وهذا فعلا كان صادق في وصف الخلاف كان صادق جدا في وصف الخلاف حقيقة كان صادق جدا في وصفة للخلاف لأعلن القضية ليست خليفة أول أو خليفة رابع القضية الخلاف في صفات الرب سبحانه وتعالى فأقول للشيعة إن كنتم تبكون وتصرخون وتنوحون على الخلافة المغتصبة كما تعتقدون بل ابكوا ونوحوا وصرخوا على اغتصاب عظمة الله سبحانه وتعالى من قلوبكم على عبوبية الله تعالى على ألوهيته على أسمائه وصفاته والله أصرخوا ونوحوا والله تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتكرر الجبال هدى لا تظنون أن القضية قضية خلاف في من هو أولى أو أن خلاف خلاف سياسي بين أعلي ومعاوية ولا خلاف في موضوع الحسين ومقتل الحسين الخلاف الآن يا ناس يا مسلمين يا شيعة الخلاف في عظمة الله تعالى في الغاية من خلقنا في الغاية من إرسال الرسل في الغاية من إنزال الكتب والله كلها تريد نقطة واحدة أن نفرد الله سبحانه وتعالى في قلوبنا في ألوهيته في ربوبيته في أسمائه وصفاته في محبته في أجائه في التوكل عليه في الاستعانة في كل أمور الطاعة والعبادة أن يفرض الله تعالى بها هذه الرسالة لعلها تجد آذانا صاغية وسأتبعها برسائل أخرى جوانب من خطورة الإمامة على النبوة وعلى القرآن وعلى ثوابت الدين حقيقة الأمر خطر جدا ولا أريد أن أقول أنها من أخطر المؤامرات على الإسلام فقد أجرح شعور أبناء قومي لا أريد أن أقول أنها من أعظم المؤامرات على الإسلام لأنهم يظنون أن الإمامة هي الإسلام وأن أئمة أهل البيت وتعظيمهم هو الإسلام لا أريد أن أتجرأ بهذه الكلمة لكن آثارها تؤكد أنها من أخطر من أخطر الهجمات التي تستهدف ثوابة الإسلام التي تستهدف الخارق سبحانه وتعالى فأسأل الله تعالى أن يكتب لها القبول ويجعلها خالصة لوجهه ويهدي بها من أراد الله سبحانه وتعالى له الهداية وأسأل الله تعالى أن يتوفاني على التوحيد وأن يتقبل مني جهدي هذا وأن يجعلني من الموحدين ويقبضني من الموحدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا